بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله المبعوث رحمة مودان من وقت للتاني بحاول أقوم بدوري إن أنا أبص على حياتنا شوية أبص على حياتنا فأشوف هو إيه اللي بيحصل ساعات في أوقات كتيرة بلاقي نتوءات ظهرت في الحياة وظهرت في مجتمعاتنا فلازم نعود ونحلل الكلام ده أنتو عارفين دايما أن أنا بتكلم على أن الإنسان المعاصر أصابه سبع صفات زادت قوي كانت موجودة في طول عمراء موجودة بس زادت قوي زي الفردانية والمزاجية والتشكك وكمان المظلومية والإحباط والحساسية والعشوائية أنا لقيت أن الحياة دي بقت عاملة دوائر متدخلة وبتعمل في كل يوم حاجة جديدة بتصيب الإنسان بصفة سيئة زي الجليس اللي هنجلس معه النهاردة الجليس اللي بنجلس معه النهاردة عمل شوية مشاعر وشوية أفكار سلبية عند الإنسان فالجليس بتاع النهاردة ممكن يخلي الإنسان ينعزل وإحساسه بالحياة ما يبقاش إحساس مستقيم بالعكس ممكن يهرب من الحياة ويبقى عنده شعور أن الجليس ده بيخليه ما يستحقش الحياة أو أنه هو الناس شايفاه أنه هو ما يستحقش الحياة ويبقى شعوره أنه هو حي وإلي حصل ولكن ملوش لازمة ويقول كده أنا عايش ومش عايش عايش آه بس مش قادر أحس بنعمة الحياة فيه ناس كتيرة هتقول لي آه أنا إحنا ده إحنا ده وطبعا الشعور ده ممكن يزداد قوي 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 بسبب الضغوط اللي بعض الناس بيمرسوها على الناس أنتوا ما بتعملوش حاجة وأنتوا حاسين أنه مش حاسة أنتوا ما لكمش دور وأنتوا كذا فأنا بقول لكم أن الطريقة دي ممكن تخوخ الناس ممكن تخلي الناس عندهم على شاشة أكتر ما هم عندهم على شاشة ممكن تعمل زي بالزبط زي البرومة اللي بتعمل في نفوس الناس زي السوس اللي بيسوس الناس من جوه إيه السوس اللي بيسوس الناس من جوه ويخلوهم مش قادرين يكونوا من أهل السبات ومن أهل القوة الجليس السيء اللي احنا بنعيش معاه بنكلم عنه النهاردة وساعات بنعيش معاه في وقت طويل إيه هو الجليس ده؟ أشعور بعدم القيمة إن واحد يحس إنه هو مالوش قيمة مالوش قيمة في الحياة ولا ليه أهمية في وسط الناس اللي حواليه ولا ليه أهمية في الحياة كلها تعالوا يا سيدة نقف شوية كده بس ونفهم ده آه اللي احنا بنحسه ده اللي بيحسه كتير من الناس ده إن هم ما لهمش دور ولا همش قيمة وإن هم عايشين على الهامش وعايشين على أطراف الحياة ده شيء كتير من الناس ما بقدروش يدفعوه عن نفسهم فتعالوا نحط الورق على الترابيز نحط الورق زي الورق اللي قدامي ده بس الورق اللي قدامي ده هيكون فيه حاجة عيفاهم أنا مولانا سبحانه تعالى مش هنفهم الحاجة دي من نفسنا لإن إحنا لو فهمنا الكلام ده من نفسنا نفسنا الأمارة بالسوق جابت لنا مليون دليل على إن إحنا مناش قيمة في الحياة دي كتير من الناس إن الناس ما بتهتمش بي الناس ما بتحبينيش بالقدر الكافي أنا حاسس إن أنا بعمل شغلة أنا مش حاسس إن ده موافق لقدراتي ناس كتيرة بتحس بده بتحس إن هي عايزة تعمل حياته ومش قادرة تعملها واحدة واحدة تعالوا نتدي قصة من عند مولانا لأن إنت لما تشوف الحاجة من عند مولانا تشوفها من نور مولانا مش تشوفها وتشوفها على حقيقتها مش تشوفها من عندك إنت الله سبحانه وتعالى لما تكلم عننا قال وتكلم عن خلق الإنسان فكلمنا على إنه خلق الإنسان في أحسن حال وفي أحسن كرامة فقال الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وجعلنا سبحانه وتعالى في أجمل صورة يعني من كل صور المخلوقات من صور الوحوش وصور الحيوانات اختر لنا أحسن صورة حتى على فكرة صور التواويس وصور العصفير لا صورة الإنسان هي أحسن صورة والله سبحانه وتعالى يقول وصوركم فأحسن صوركم مش بس كده وكمان بيقول لنا كمان إن فيه تكريم باهر حصل للإنسان ونفخته فيه من روحي وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن الإنسان له قيمة حتى لو ظن غير كده لأنه مكرم وغالي عند الله صحابة من صحابة رسول الله سلم سيدنا زه صحابة من صحابة رسول الله سلم كان فقيرا ودميما يعني شكله ما كانش مقبول عند بعض الناس ما كانش مقبول قوي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبه قوي وده يعلمك قد إيه حضرت النبي بيعلمنا القبول وبيعلمنا إن نحن نحب في الإنسان الإنسان ما منحبش في الإنسان الإشرة لكن منحب في الإنسان الجوهة فمره حدث النبي شافه فاحتضنوا يا سلام على الجمال وقال حدث النبي صلى الله عليه وسلم شوف الجمال شوف الجمال شوف الجمال من يشتري هذا العبد هو حدث النبي احنا متفقين أن حدث النبي ماله حدث النبي لا يتكلم إلا صدقا يعني استحاب ده حتى لو مش عبد فحدث النبي بعمل ايه بيمزه بس عادت النبي كان وكأنه عايز يطيب خطره ويخلي الصحابي ده في حتة تانية خالص الصحابي اللي انتو مش مهتمين بيه شوفوا مكانتو عند الرسول اللي ايه فرسول الله ما شافه راح احتضن وبعدين زي الست اللي قال لها قالت له يدعو لي الله ان يدخلها من الجنة قال لا يدخل الجنة عجوز فباكت فقال لها انت بتبكي ليه وحضة النبي حتى هو بيمازح بيمازح بالحق قال لها لن تدخل الجنة الا وانت شاب بيافع خلاص فرسول اللي احتضنه وقال بيتباسم معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتري مني هذا العبد وقصد ايه حضة النبي مش انه يقلل منه ده عايز يبين مكانته فرح سيدنا زي الى قال لحضة النبي يا رسول الله اذا تجدوني عبدا كاسدة ايه اللي حاصل انت لو جدت بعني هتلاقيني ولا ليه تمن عبد ما حدش هيشترين فشوف بقى المكان اللي حضة النبي حضة طه على جبينه وعلى قلبه انا لو انا في ايد حضرة النبي ومحتضني وبيقولي الكلام ده انا كنت دبت فقال له حضة النبي ايه ولكنك عند الله غال حضة النبي مش قال له انت عندي غاء ما قالوش انت عندي ولكنك عندي غالي لا ده قال ولكنك عند الله غال انت غالي عند الله فتخيل كده زير ده هو ماشي في الطرقات كده ده اللي غالي عند ربنا فتعلمنا معنى مهمة اواء اواءوي اوعى هو دلوقتي كان هو ظن ان هو ملوش قيمة فرسول الله ما كانش بيعلم الصحابة بس ولا كان بيعلم الصحابة بس ده كان بيعلم الامة كلها بيعلم الامة كلها ايه اوعى تظن ان في حد ملوش قيمة انت امتك عند الله لانك عبد يحبه مولاه ولكنك عند الله غال يبقى لما نفتح دواوين المحبة ولما نفتح دواوين مولانا سبحانه وتعالى هتلاقينا غاليين عند مولانا سبحانه وتعالى يبقى إيه اللي بيخلينا أوقات بنحس بعدم القيمة دي ما عندنا قصة وعندنا الآيات والأحاديث بيتعلمنا إيه بقى اللي بيخلينا ننسى كل ده في كتير من أهلنا لما بيمر بيهم العمر ويكبروا بيخافوا من إحساس أنه هو ما بقوش مهمين وبيكونوا حسين تجاه قيامهم عند عيالهم وعند أحبابهم مع أن قيامهم دي قلت وما بقاش فيه قيمة مع أن الله سبحانه وتعالى جعل أن بركة الإنسان تزداد مع عمره سبحان الله عشان ما حدش يقول أن ربنا سبحانه وتعالى بياخد من حد حاجة الكريم إذا وهب ما سلم فلما تتقدم عمرك إيه اللي حصل ومثلا صحتك تتأخر ربنا يوسع في بركتك وبتتسع حياتك وتتجدل لأنه بيعيش تفاصيل جديدة مع أحبابه ما كانش بيعيشها فلما جي الأعرابي لرسول الله تعالوا نشوف نقعد بقى احنا قلنا نحن حطيني ملفة على الترابيز عشان نفهم فالصحابي لما جي الرسول الله وقال له يا رسول الله من خير الناس قال صلى الله عليه وآله وسلم من طال عمره وحسن عمله إيه دا دا خير الناس أفضل حد اللي بيطور عمره ويحسن عمله بعض الناس لما بتتعرض للفشل أكتر من مرة يبقى هو يبقى سبب من أسباب أن الواحد يحس أن قيمته ما بقى لهش قيمة أنه يحس أن عمره تقدم به فلما تقدم به خلاص يحس أنه ما بقيتش ليه قيمة ويقوله بقى الكلام السلبي دا وإننا احنا تحطينا على الرف احنا خلاص ما بقانش ليه لنا لازمة احنا خلاص بقينا الحرس القديم احنا بقى لقى كده كل الكلام اللي بيعبر على أن القيمة بقيتش موجودة مع أن احنا شفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لنا القيمة بتفضل بعض الناس برضو من أسباب أن الناس تحس أنه هي ما لهاش قيمة أنه هو يتعرب للفشل أكتر من مرة فيخاف أنه هو ما يكونش ليه قيمة وكأني أن الفشل هو السبب اللي بيخليه يعرف أنه هو ما لهش قيمة ولا ليه قيمة مع أن الفشل أصلا موجود عشان نزود العمل مش أن احنا نحس أن احنا تفيين وما عندناش قيمة يبقى مع أن الفشل لو في كل مرة استثمرناه بيمنحنا ألف قيمة قيمة أننا بنتعلم قيمة أن احنا بنحاول قيمة أن احنا بنشوف عطايا لله سبحانه وتعالى في السعي قيمة أن احنا متأقنين وعندنا رجاء في الله سبحانه وتعالى وعشان كده كمان بعض الناس من الأسباب اللي كمان بتحسسهم أنهما ما لهمش قيمة لما بيقعوا في المعاصي بيحسوا أنهما كرهين نفسهم وأنهما ما لهمش قيمة مع أن الله سبحانه وتعالى بيجدد فينا الأمل والإيمان بيقابة بحاجة عجيبة حاجة تجدد حياتنا وتخلينا نعيش وكأننا مفتوح لنا أبواب النعيم لما ربنا سبحانه وتعالى في كل الأحوال حتى في أوحالنا ينادي علينا عشان يغير حالنا ويقول لنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنتوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميع إنه هو الغفور الرحيم شوف كلمة يا عبادي كده شوف قدي إيه هي جميلة شوف قدي إيه بتحسس الإنسان بالأمان شوف قدي إيه بتحسس الإنسان بالأمل شوف قدي إيه بتحسس الإنسان بالرعاية والكفاية أليس الله بكافر عبدا عندي ذنب الله هو الذي سيكفيني هذا الذنب وعشان كده كمان الشعور بعدم القيمة مر بيمرر علينا حياتنا ويحرمنا من الشعور بود الله سبحانه وتعالى اللي ظاهر في نعم الله اللي موجودة عندنا حتى ولو إحنا حسين إن احنا ما عندناش قيمة ولذلك شوف كده الحديث الرائع حديث رسول الله الله سلم لب أشعث أغبر زي طمرين في بعض الروايات الحديث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ياه لهذه الطريقة يعني واحد يقول له أقسمت عليك أن تشرح صدر ولدي فربنا يشعر حسده للدرجة دي فما فيش حد من حقه أنا أقول لك حاجة ليس من حق الإنسان أن يتصور أنه من حقه أن يستصغر نعم الرحمن مش من حقك أن أنت تقول أن أنت معندهش قيمة لأن أنت لو كنت غالى عند ربنا مش من حقك ترخص نفسك ولا من حقك تهدر نعم الله عليك ولذلك كان دايما مشايخنا لما حد يجي يقول له أنا حاسس أن أنا ما ليش أهمية يقول له أنظر لنعم رب البرية لتعرف أن الله ما جعلك محلا للنعم إلا لأنه يريد أن تعرف أنك عنده مهم أنت مهم مهم مش إنك أنت بتصنع شيء لله لكن الله هو اللي أعطاك هذه المنح ويخلي الناس مهما كانوا في نعم الشعور ده يخليهم شوف الكلام الحالي اللي احنا قلناه يخليهم مهما كانوا في نعم حاسين بالحرمان للأسف ويعيشوا بفكرة التعويض طول الوقت وحاس بالحرمان فبيدور على أي حاجة يعوض فيها وإيه اللي يحصل ويعوضوا ساعات بكتر الشراء وساعات يعوضوا بالقعود فترات طويلة على السوشيال ميديا وحاس أنه مالوش عامية فيقعد يستهلك حياته ويستهلك عمره الشعور بعدم القيمة شعور بيستهلكنا لما بنضمن المقارنات بالآخرين فيبقى طول الوقت بيننا وبين الناس حالة من حالات العرض أعرض نفسي على الناس وياخد ده وقت طويل من حياتنا ويمكن يحرق يجعلنا أن نحرف عن طريقنا لأن في الحقيقة أنا طول الوقت ببص للآخرين أكتر الناس اللي جعانين من شعور أن هم يحسوا أن هم مهمين ولهم قيمة هم اللي بيحسوا هم اللي بيسعوا للكمال اللي هم البرفكشنست لأنهم مش بيرضوا بسهولة الشخص المبيرضاش بسهولة ده أكيد مش هيحس بقيمته الشعور بعض المقيمة بيخلي الإنسان فينا حاسس أنه هم أنه متبعطر متبعطر في مليون حتة حاسس بالشتات دايما يلهس هنا وهناك عشان نزل تأعجاب ويعمل أي شيء عشان الناس تسقف فيحس بأنه ليه قيمة أنا أقول حاجة شويتين حساسة وشويتين فيها تحليل لحياتنا هتلاقي ناس كتيرة ما عندهمش ثقافة وما عندهمش وعي بيطرعوا ويعملوا حاجات غير مناسبة على التيك توك والسوشيال ميديا بيعملوا كده ليه لأنه حاسس أنهم ملوش قيمة فيبتدي يعرض أشياء بترخصه وتخليه مبتزل وكأنه بيقول لهم أيوة أنا مليش قيمة فعمل حاجات ملهاش قيمة وساعات يكون هذه الآلة الضخمة بتفتنوا وبتقولوا أنت عشان أنت ما عندكش قيمة ممكن يبقى عندك قيمة بالمدة بالكم فتعالا اعمل حاجات تفع عشان يبقى لقيمة ومع أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بيعلمنا إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه وخير العمل لأدومه لازم العمل يكون فيه خير لكن وقيمة المرء بما يحسنه قيمة المرء بما يحسنه مش قيمة المرء بما يجمعه من كم عشان كده فيه ناس بتفضل عايشة في المظلومية ومتمسكة بدور الضحية عشان تتسول العطف فيحسوا إن ليهم قيمة تحس كده إن فكرة عدم القيمة دي ما بتجلبش غير كل شر وعشان كده كمان فيه ناس ممكن تخون شركاء حياتها عشان بس يحسوا بقيمته في حياته إيه البشاعة دي هي قيمتك إن انت تحس إن انت حصلت حاجة نقصك مش هي اللي يخليك تحس بقيمة إيه اللي يخليك في علاقات مستعلكة وتعيش في علاقات مستعلكة إن فيه حد اعتبر نفسه محور العلاقة واستهلك الآخر عشان يشبع جوع الإحساس بقيمته فتغضر وتخون عشان فقط تشبع نفسك وفيه حد تاني يسمح لحد إنه يستهلكه عايش عشان يشعر برضو بقيمته لكن العلاقات مدد من الله سبحانه وتعالى والعلاقات مصونة ومرعية من الله سبحانه وتعالى فلازم نعرف إن العلاقات بتاخد قيمتها من القيمة اللي جعلها الله سبحانه وتعالى للعيش مع الناس وخالق الناس بخلق حسن فالحسن هو اللي بيخلي العلاقات لها معنا ايه اللي بيخلي في زنب في الشغل مثلا انا اسف على المصطلح ده بس ايه اللي بيخلي في زنب في الشغل بين الناس خفهم على قيمتهم ايه اللي بيخلي الناس تمكر بناس وتأذي ناس عشان يخسموا من قيمة الاخرين ويعيشوا هما ليهم قيمة حتى لو عاشوا على جسس الناس وعلى قلوب الناس وعلى اعراض الناس عشان هو يتطمن على قيمته وعشان كده من اشكال الشعور بعدم القيمة تلاقي واحد دايما شكاية تلاقي زوجات طول الوقت بتشتكي من اعباء البيت مع ان هم قادرين يشيلوا قادرين يعيشوا والبيت يبقى مستقر لكن في الحقيقة هم بيتوجعوا من قلة الامتنان ليهم فهم حاسين بعدم القيمة وحاسين ان وجودهم زي عدمه وان اللي هي بتعمله مش متشاف فيحسب عدم القيمة وفي ناس كتير شايفين ان قيمتهم ان هم يكونوا مشهورين وان الناس تشاور عليهم بس هو فعلا هي دي القيمة اللي احنا بنقول عليها هي دي القيمة اللي انت ممكن تعيش حياتك وتضحى علشانها ومع ان رسول الله اهضر القيمة دي اهضر قيمة الشهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول من تصعر به النار تلاتة اتشهروا واحد اتشهر انه هو قارئ ان اتشهر انه هو عالم واحد اتشهر انه هو منفق كريم واحد اتشهر انه هو شهيد مقاتل فالاولاني اتشهر انه هو قارئ فيأتي فيقول له انما قرأت لي وقال عنك قارئ وقد قيل استوفيت اللي انت عايزه اتشهرت يا سيد خدت بشهرتك ومعنى كده ان حضرت النبي بيقول له اعمل الكلام ده وخد نصيبك في الدنيا ومش تاخد نصيبك في الاخر ابد ان ده بيرعبه بيخوفه انه هو يبتغي غير راجه الله لا خير في كثير من نجواه يبقى اذا هو بيقول له اقصد وجه الله لانه هو الذي سيعطيك القيمة انا عارف ان فيه ناس ليهم قيمة كبيرة في حياتنا واحنا ما نعرفهمش فيه ناس كتير عندهم قيمة في حياتنا واحنا ما نعرفهمش حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كده لو لا شيخ الرقع اللي الناس اعتبروهم خلاص على المعاش وما لهمش اهمية في حياتنا ومش موجودين في حياتنا وما لهمش دور واطفالهم ردع دول اللي احنا بنعتبرهم احنا بننفق عليهم واحنا اللي لنا فضل عليهم ما ان الاطفال دي اللي فيهم البراءة وفيهم الفطرة وفيهم الجمال وفيهم نعمة ربنا لانهم حديث وعدم بالله سبحانه وتعالى وبهائم مرتع بهائم محدش دريان بيهم ولا وربنا بيرزقنا معاهم وإن اللي حصل لصب الله عليكم العذاب صب يعني دول حصنا دول وذلك حضرت النبي يقول لنا كده إنما تنصرون بضعفائكم إيه ده يعني ضعفائنا هم الأعلى قيمة في صيانتنا وفي حفظنا أيها الله يبقى كل واحد ضعيف يعرف إنه هو مش إنه مهمل ولا ملوش لازم بالله عليكم بسمعوا الكلام ده لكل أهلنا وكل الناس اللي بيعملوا في حياتنا أعمال طفيفة وبسيطة وبنتعامل معهم بشكل ما يتناسبش أبدا من إنه هم غاليين عند ربنا يا سادة كل إنسان ليه قيمة لأنه مليء بنعم الله سبحانه وتعالى لأنه صنع الله لو ما كانش ليه قيمة ما كانش ربنا سبحانه وتعالى خلقه في ناس كتيرة في حياتنا وإن كانوا مش حسين إنه هم بيعملوا حاجة ضخمة لكن لما بنشوفهم بيحصل لنا راحة بيحصل لنا نور في قلوبنا مين اللي حطت في النور ده عندهم مولانا سبحانه وتعالى هي مرايا ربنا سبحانه وتعالى يرينا ما خفي علينا من نعم في العطاية بقول للناس دول أنتم قيمتكم كبيرة في حياتنا بقول لكل واحد حاسس إنهم ملوش قيمة موجودك في حياتنا وإن كنت خافي محدش يعلم عنك حاجة موجودك في حياتنا ركن من أركان الحياة وعشان كده اوعوا تسألوا نفسكم إحنا لينا قيمة ولا لا الأم اللي ابنها لما بيدخل البيت ويشوفها قاعدة ويشوفها بتبتسم لي وكأنها بتفرش له طوب من الحنان وتغطي بي أنت قيمتك كبيرة قوي 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 في الحياة وعند الله النور اللي في قلبك ده نور ربنا سبحانه وتعالى اللي جعله عشان إحنا نعرف نعيش أنا أكلم كل أم أنا أمي الله يرحمها لكن لما بشوف أي أم بحس أن الدنيا مليانة نور مليانة خير مليانة برك أنتوا ربنا جعلكم في حياتنا نعمة بل أنتوا من نعمة الحياة الحياة من غيركم ما اسمهاش حياة لأن بنوركم وطبطكم وفطرتكم بنحس أن لسه فيه ممكن نقدر نشوف مدد ربنا ونقدر نشوف رون ربنا إحنا مش محتاجين ندور على قيمتنا إحنا محتاجين نعيش بتكريم الله لينا وجميل معاملته لينا إحنا مش محتاجين نقارن إحنا مش محتاجين نتسول عاطفة ولا إعجاب ولا لايك ولا شير إحنا محتاجين نعيش باطمئنان بإن ربنا بيدبر حياتنا بكل الجمال إحنا محتاجين نعرف أننا ما بين يد الله وأن الله سبحانه وتعالى يده الرحمن ملأ سحاق الليلة والنهار فطول الوقت بيغطل علينا نعم الله وفضل الله وكرم الله طب نعمل إيه بقى عشان نقدر نعيش وعارفين قيمتنا عارفين قيمتنا عندي مولانا محتاجين أول حاجة أن احنا نتضرب على الامتنان الامتنان بيغزي قلوب الناس وقلب اللي حواليك ويجدد حياتهم أقولك حاجة الامتنان بيغزي قلبك قبل قلبهم لأن أنت ساعة ما بتحس أن أنت أدخلت السرور على قلب مؤمن الله سبحانه وتعالى إيه اللي يحصل يوسع عليك البركة ويوسع عليك حياتك فتحس بوسع الله يعني أنت مش بس بتنقذ قلب من اليأس لكن أنت كمان بتدخل قلبك في الوسع لازم تفهم كده تاني حاجة جرب أن أنت تمارس مهارة جديدة في شغلك وجرب مدخل جديد في علاقاتك علاقاتك اللي ممكن تشوف بالمدخل الجديد دي قد إيه مدد ربنا يجي لقلبك ويحسسك أن أنت قادر تخلي العلاقة دي وكأنها خرجت من المواد خلي عندك ثلاث حاجة خلي عندك رؤية لحياتك وقسم الأعمال اللي مفروض تعملها لأعمال صغيرة بتمارسها لأن مع كل إنجاز وكل عمل هتشوف فيه مدد ربنا ويقول اعمله فسير الله وعملكم فلزيك إيه اللي حصل كل طول ما أنت ماشي هتشوف نور الله ومدد الله سبحانه وتعالى وتعود كمان أن أنت رابح حاجة ودي حاجة مهمة جدا 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 اتعود أن أنت تبتسم وأنك تقول كلمة حلوة لكل حد تقابله لقب الناس بألقاب حلوة أي حد تقابله قوله يا أمر يا جميل يا أمير قول كلام حلو للناس لما تقول كلام حلو للناس هتحس أن الحياة أحلوت لكن لما تقول كلام ناشف ولا جاف ولا كلام ما فوش أي إحساس بأنك أنت أن الناس دول همليانين نعم من نعم ربنا هتحس أن حياتك جافت وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ايه وقولوا للناس حسنا رقم خمسة اخدم كل يوم حد من اللي حواليك لان الخادم اكثر الناس شهودا لعطاء الله سبحانه وتعالى وعطاء سائدي واكثر الناس الذين يحسون بمدد سيدهم لانه لما بيروح يكلم الناس هو بيروح يكلم الناس ومع مدد مولاه سبحانه وتعالى ودايما ادعي ربنا الحاجة الستة ادعي ربنا سبحانه وتعالى دائما وقول له اللهم يواسع اسألك ان توسع لي مشهدي حتى ارى ما جعلته يا ربنا عندك لي من مدد ومن عطاء ومن قيمة حتى ارى نعمتك وهي نزلت علي وقد امتلأت بودك وفضلك وكرمك فاعلم ان الناس وان لم ينظروا الي فنظرك الي يكفيني ويسمع صباتكم انتو قد ايه غليين على مولاكم بعض الفاصل يا سادة نلتقي بحضراتكم عشان نكمل مسيرتنا مع نور ربنا ونجيب على اسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسروا ولكن بعد الفاصل رجعان لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها اسئلتكم المباركة ويفضل الجسل ممدود ونيفضل توفيق ربنا ونظر ربنا سبحانه وتعالى اللي بيكرمنا وبيجعلنا دائما نبقى في حضرته ونبقى في مجلس علم وهذا المجلس يكون محل نظر الله سبحانه وتعالى ومحل كرم وتعالى نشوف اول سؤال جلنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسروا بيقول السلام عليكم هل كل البنوك حلال المصرية زي السويسرية طبعا أنا مش عارف هو اختار السويسرية ليه المصرية زي السويسرية اللي من ضمن انشطتها مصانع الحديد والصلب زي اللي بتستثمر في مصانع الخمور واعرف ازاي ان البنك ده مقبول شرعا والتاني لا سؤال لطيف وان كنا طبعا جاوبنا على سؤال البنوك ده يعني مرات كتيرة جدا جدا خلينا نتفق على ان البنوك في الحقيقة مؤسسة وسيطة تقوم بجمع الاموال ثم اعادت ضخاء مرة تانية في المجتمع في شكل تمويل خلاص احنا ما بقاش عندنا دلوقتي في البنوك خاصة في قانون 196 ايه ان احنا دلوقتي عندنا لفظ قرط ونص القانون على ان عمل البنك بيكون في التسليلات الاقتمانية وفي التمويل وفي زيادة روس اه روس اموال الشركات يبقى اذا احنا عندنا ايه اللي حاصل المسألة ببساطة خالص اني ما فيش دلوقتي حد بيعمل في هذا السياق ولذلك ادعى المال في اي بنك جاء الشرع جاء الشرع نيجي بقى نبص من ناحية الايه من ناحية انه بيعمل فهو يجي حد يقولك طب البنوك الاخرى بتعمل ايه بتستثمر في مصانع الخمور طبعا انا مش عارف انه ازاي بيقدر انه يقول انه البنك بيستثمر في مصانع الخمور لكنهو ممكن يعني ليس هناك مشكلة انه مصنع في سويس انه فيه بنك في سويسرا فيه صاحب مصنع من مصانع الخمور اخد تمويل من البنك ده انا لما مولت نشاطات البنك انا راجل راح امول نشاطات حلال حصل انه جم لسيدنا عبدالله بن مسعود وقالوله جارنا يرابي جارنا يرابي انا اكل عنده قال لتهناء به والاثمه عليه ايه معنى كده ان انا لما مولت مشروعات البنك انا مروحت امول مشروعات البنك وقلت له لو سمحت انا عايز المشروع اللي فيه مصنع الخمرة ده وتخليه كمان من جملة الاشياء اللي انا بموقولها ولذلك ايه اللي حصل مسألة سهلة او يسيرة ايه اللي حصل ببساطة خالص هذا الامر انا لا علاقة لي بهذه الممارسة من القبل البنك انا مولت اموال البنك انا مولت مشروعات البنك الحلال يبقى ايزا المسألة البساطة اني المال اللي انا اودعته عشان امول به مشروعات البنك انا مولت المشروعات الحلال يبقى طب ولو هو مول مشروع حرام الاسم عليه احنا كده بنعينه على الاسم والعدوان لا مش حقيق لانه هو في الحقيقة متى يكون دي اعاني على الاسم والعدوان لما يكون هو يتوقف تماما اذا انا مأودعتش المال بتاعي عنده وده مش حقيق انا ببقى محتاج للبنك والبنك محتاج الي ده كله مع فرض ان البنك هو ده بقى هو طبعا ان السؤال جاي في شكل استفسار لكن هو في الحقيقة في نوع من انواع عدم الموافقة فانا بوضح لك المسألة دي نحن نتشارك في بوساطة خالص في الاعمال الحلال ولذلك رسول الله لما يكون درع مرغون عند يهودي ورسول الله لما يعامل يعامل المختلفين في الدين وهم بيتعاملوا وخاصة اليهود اليهود الذي كانوا في عصر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي من اجل معاملتهم الربوية جاء تحريم الربا والامر ببيع الذهب والفضة يدا بيد مثلا بمثل فإنه حاصل ومع وجود هذا رسول الله تعامل معه فلذلك انا بس بفهمك إيه اللي حاصل بتحليل سيرة رسول الله سنة رسول الله عشان نقدر نجاوب على السؤال ده فأنت بتسألني هل كل البنوك إداع المال فيها حلال نعم طب لو فيه بنك بيعمل إلا إذا كان فيه بنك نشاطه نشاطه الوحيد إنه هو يشتغل فيه الخمور يعني البنك ده متخصص في تمويل مصانع الخمر فإذا كان فيه بنك وأنا معرفش فيه بنك في الحياة بيعمل الكلام ده ولا لا إذا ما كانش البنك متخصص في تمويل مصانع الخمور أو إنشاء مصانع الخمور فيجوز إننا إلا حاصل يجوز إننا ببساطة إننا أدع مالي فيه وإداعي للمالي فيه حلال وإذا كان هو يمارس نشاطا غير جائز فهو يتحمل اسمه السؤال اللي بعد كده بيقول حالياً ارتفعت نسبة الطلاق في مصر كتير فما هو الحل حضرتك شايف إن الحل الوحيد هو إذا كانت الزوجة رفض العيش مع زوجها لا يحق لها أي حقوق مادية وكذلك الزوج إذا رفض العيش مع زوجته لا يحق له أي حقوق للزوجة وخاصة بيت الزوجية لأولاد أطلب لحضرتك الحلول لهذه القضية طبعاً السؤال كده شكله وكأنه مفوش ترابط قوي يعني هو السؤال ده عبارة عن سؤالين السؤال اللي أولاني بيقول لي إيه الحل في ارتفاع نسب الطلاق الحل في الحقيقة من عدة جهات أول حاجة لازم نعرف إن السبب الرئيسي في ارتفاع نسب الطلاق هو انخفاض الوعي لازم نعرف كده فقضية ارتفاع نسب الطلاق هي قضية وعي ولذلك إلا حاصل لازم الناس يبقى عندها وعي بمدى خطورة الطلاق على حياتهم مش حياتهم الزوجية بس حياتهم المجتمعية كلها مدى خطورة الطلاق على الحياة كلها أنا بقى بحب نتعامل مع هذه المسألة مع انخفاض الوعي بقانون الإزاح إن الحسنات يذبن السيئات طب إيه الحسنات اللي تدفع هذه الظاهرة السيئة اللي هي زيارة إرتفاع نسب الطلاق الحسنة هو إن الناس تتعلم إن الناس يبقى عندها وعي ولذلك أول حاجة أنا شايف إن هي يبقى حل للمسألة إرتفاع نسب الطلاق هو برامج المقبلين على الزواج برامج المقبلين على الزواج أمر مهم جدا 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 لمكافحة إرتفاع نسب الطلاق يا سادة خليكم عارفين إن ما فيش حد من حقه إنه يهدر قيمته قيمتك دي لو منك من حقك تهدرها لكن قيمتك دي لما تكون من الملك وتكون هبة وتكون مسؤولة عنها وتكون كمان مأمور إن أنت تستثمرها لما مولاك سبحانه وتعالى قال لك ولئن شكرتم لأزيد أنكم فعليك إن أنت تشكر النعمة مش إنك أنت تدمر حياتك وتعتبر نفسك لا قيمة لا ليس من حق إنسان أن يهدر ولا يستثمر ما أودعه الرحمن فيه من كرامة ومينن وعطايا لا يعطيها إلا الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الحنان يا رب أوزعنا أن نحن نكون عارفين قيمة ما أودعته فينا من نعم ونكون لك شاكرين لك عابدين وفي نفس الوقت نكون من الحامدين الذين يعيشون في أنوار نعمتك في كل وقت وحين يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر